ومن بيروت ينضم إلينا الدكتور فادي الأحمر الكاتب والباحث السياسي دكتور فادي بعد التحية برأيك إلى أي مدى يمكن أن تقبل تركيا تطبيق اتفاق أدنى كبديل عن المنطقة الآمنة مساء الخير أنا بالواقع لا متفاجئ لإثارة أو تذكير الرئيس إردوغان باتفاق أدنى الذي مضى عليه أكثر من عقدين من الزمن أو تحديدا عقدين من الزمن والسبب أن مر الزمن عليه والأحداث خاصة من بعد الثورات العربية وتحديدا في سوريا الأحداث في سوريا والحروب في سوريا الأحداث تخطط هذا الاتفاق ولكن أعتقد أن تركيا تبحث أدنى يبحث عن نوع من شرعية للاتفاق الذي أبرمه مع الأمريكيين والذي يقضي بإقامة حزام أمان على طول الحدود مع سوريا في الحدود الشمالية السورية أو الحدود الجنوبية التركية ويبحث عن نوع من شرعية لتبريد ذلك تجاه المجتمع الدولي ولتأمين ضمان أو تأمين استمرارية هذه السيطرة على الشمال السوري برأيك دكتور فادي يعني برأيك هل أردوغان سيتمكن من الحصول على هذه الشرعية التي تفضلت بالحديث عنها يعني الشرعية بمعنى بمعنى اتفاق مع الاتفاق مع النظام في دمشق لا أعتقد ذلك لأنه من جهة الاتفاق الذي عقده ومن خلاله سيؤمن أو سيقيم هذا الحزام الأمان هو مع الأمريكيين المتواجدين حتى ساعة عسكريا في شمال شرق سوريا وهو فرضه بالأمر الواقع يعني هو موجود في عفرين وفي مناطق غرب الفرات إلى الحدود وحتى في إدلب يعني في محافظة إدلب وبالتالي هو بحكم الأمر الواقع على القوات التركية موجودة على الأراضي السورية ولكن لا أعتقد أن النظام السوري اليوم سوف يعطي هذه الهدية بين قوسين إذا صح التعبير للنظام لأنقرة من خلال إعادة إحياء اتفاق أدنى من جهة لأن النظام السوري ليس سيد نفسه هذا من جهة ومن جهة الثانية هناك الروس يعني اللاعبين الأساسيين والذين يخشون اليوم الاتفاق الأمريكي التركي ويخشون أيضا يعني هم يخشون اليوم هذه السيطرة التركية على شمال سوريا لأنه سوف تخلط الأوراق من جديد عمليا في الأسماء السورية وخاصة أنه بعد سقوط اتفاق سوتشي تقريبا سقوط اتفاق سوتشي نعم دكتور هناك أيضا وكما تابعنا اتهمات خطيرة وجهتها دمشق إلى أنقرة بأنها تدعم الإرهابيين وتمولهم وتقدم لهم كل ما يلزم للقيام بعمليات إرهابية على مدار السنوات الماضية كيف ترى هذا الاتهام؟ سيدي مسألة الإرهاب يعني أصبحت كما نقول في العامية هي الشماعة التي ينعلق عليها ما نشاء ولكن ما هو الإرهاب؟ المشكلة في المجتمع الدولي وفي العالم اليوم أجمع هو الاختلاف على يعني لا ما فيه كريتيريا ليس هناك مقياس واحد لتحديد من هو الإرهابي الإرهابي بالنسبة لتركيا هو مقاومة بالنسبة لسوريا والعكس بالعكس بالعكس المعارضة بالنسبة لتركيا هي معارضة إرهاب للنظام دكتور اسمح لي هنا في هذه النقطة هناك صحف تركية العام الماضي ومنها صحيفة جمهورية وجهت اتهامات مباشرة إلى النظام التركي بأنه ينقل أسلحة إلى جبهة النصرة في سوريا صحيح يعني بغض النظر عن داعش والنصرة التي هناك تقريبا شبه إجماع دولي على أنه منظمات إرهابية ولكن أعتقد بأن النظام السوري هم يقصد إضافة إلى النصرة يقصد المعارضة السورية أن النظام التركي دعم المعارضة السورية التي يصنفها النظام السوري يصنفها جماعات إرهابية لأن النظام السوري منذ بداية الأحداث في سوريا هو لا يتكلم عن إرهاب ولا يعترف بالمعارضة بالرغم من جلوس إلى طاولة مفاوضات في جناب وفي أستانا وفي أماكن مختلفة هو لا يتكلم عن معارضة يتكلم عن إرهاب أنا أعتقد أن النظام يعني بذلك هؤلاء الجماعات المعارضة المسلحة الجيش الحر وغيره من الجماعات أيضا التي دعمتها تركيا بطبيعة الحال وهذا ليس خافي على أحد بما فيهم الإخوان المسلمين التي هي عزة مصنفة إرهابية بالنسبة للنظام السوري أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت الدكتور فادي الأحمر الكاتب والباحث السياسي